اليوم السادس لدورة الألعاب الأولمبية في ريولي عام 2016 وقد حصلت الصين حتى الآن على ما مجموعه 30 ميداليا منها 11 ذهبية و8 فضيات و11 فرونزية تفوق مالون في المباراة النهائية لكرة الطاولة للرجال على زميله جون جي كو وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصل فيها فريق كرة الطاولة الصيني على الميداليتين الذهبية والفضية في دورة الألعاب الأولمبية وكانت هناك مفاجآة أخرى مع فوز الصينية شي جين لين بالمرتبة الثالثة في سباحة الصدر لمئتي متر لسيدات فيما فازت ري كنيتو بالميدالية الذهبية الثانية في السباحة لليابان وفي المبارزة بالسيف للسيدات حصل الفريق الصيني باطل أولمبيادي لندن عام 2012 على الميدالية الفضية بعد خسارته أمام رومانيا بنتيجة 38 نقطة مقابل 44 نقطة وفي مصابقة بندقية الهواء لخمسين متر للسيدات حصلت المتصابقتان الصينياتان جون بن بن ودولي على الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي فيما حصلت باربرا إنجليدر من ألمانيا على الميدالية الذهبية ترجمة نانسي قنقر